نتابع من رامالله مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد ومن واشنطن مساعد وزير الدفاع السابق لورانس كورب مرحبا بكم ضيفية الكريمين أستاذ عماد أبدأ معك في رامالله هذا المساء هناك جبهة جديدة تبدو أنها بدأت تشتعل هي جبهة سوريا صواريخ تم إطلاقها من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل قبلها طبعا جنوب لبنان مع التوتر غير المسبوق مع إسرائيل بين حزب الله وإسرائيل منذ حرب تموز 2006 هل تتعدد الجبهات في هذه الحرب تحياتي لك لجمهور المشاهدين ما من شك ما حدث في الجنوب من قطاع غزة وما يحدث اليوم من قصف ممنهج ضد قطاع غزة بالتأكيد سيقود إلى المزيد من الجبهات ودعني أضيف وأقول بأنه إذا لم تدخل الجبهات الأخرى إلى جانب قطاع غزة فإن ذلك سيضع المحور المقاومة في عين الشك خاصة أن هناك الكثير ممن يشككون في هذا المحور لأنه لم يجرب في أي مرة سابقة ودعني أقول خاضت غزة حرب 2021 منفردة وكان هناك في ذلك الوقت الكثير من اللغط اليوم الحرب كبيرة والساحة يعني تشتعل بشكل عذرا على المقاطع عماد ولكن أستاذ عماد الحرب كبيرة في قطاع غزة ولكن هذه الجبهات في هذا المحور كما وصفته يعني تبدو خجولة إلى حد ما يعني لم تدخل بشكل كبير جدا لماذا برأيك؟ أتفق أتفق تماما مع هذا التوصيف وهذا ما سيضع المحور في عين الشك بمعنى إذا لم تدخل تلك الجبهات بالقوة التي تتواجد فيها قطاع غزة فإن ذلك كما أشرت قبل قليل سيكون موضع شك كبير أنا برأيي أن الحسابات معقدة والحسابات مختلفة حسابات حزب الله ليست سهلة في لبنان كما أن إيران تستطيع أن تتحكم بدخول الحزب من عدم في المعركة الساحة السورية كذلك معقدة إلى الحد البعيد الأمر الذي يجعل ما يحدث في الشمال هو مجرد مناوشات إلى الآن منضبطة حتى التقديرات الإسرائيلية تشير بأنها لن تصل إلى حدود الدخول في جبهة كاملة وصراع كامل مع إسرائيل نعم سيد لورانس كورب أول طائرة تحمل ذخائر أمريكية وصلت بالفعل إلى إسرائيل كذلك أكبر حاملة طائرات في العالم الحاملة جيرالد فورد وصلت إلى شرق المتوسط لدعم إسرائيل هل تستعد الولايات المتحدة لحرب إقليمية متعددة الأطراف الولايات المتحدة الأمريكية لها هدف رئيس وهو تقديم الأسلحة اللازمة لإسرائيل لإدارة هذا الوضع المروع واستعادة رهائنها ومنع حماس من تكرار ما فعلته ورئيس بايدن اليوم تحدث عن أنه سيقدم كل الدعم اللازم حسب ما يحتاجونها وإذا كان هناك حزب الله في أجزء الشمال فإن إسرائيل سترد بشكل ساحق بصواريخ وطائرات وأرى أن ذلك سيكون صعبا على حزب الله لأنه سيقوض في قدراته وهو ليس في وضع قد يسمح له بتكرار ما فعلته حماس على مستوى هذا الهجوم المنصق أعتقد أن ما قد يفعل سيرد عليه بشكل ساحق من قبل إسرائيل سيرد عليه بشكل ساحق بأي معنى؟ هل سنشهد توغلا بريا لإسرائيل على قطاع غزة؟ لأن جيك سوليفان تهرب من الإجابة على هذا السؤال اليوم في الوقت الحالي إسرائيل لها ثلاثة خيارات أولا أن يكون هناك عملية عسكرية محدودة تركز على الطائرات وثانيا أن يكون هناك تقويض لكافة القدرات العسكرية والمسلحة لحماس والخيار الثالث هو استئسال حماس بشكل نهائي أعتقد أنهم سيرجعون إلى الخيار الثاني أي القضاء على القدرات المسلحة لأن أي خيار غير هذا سيأخذ وقتا طويلا نعم طيب عماد أبو عواد ما رأيك؟ ما هي خيارات نتانياهو الذي تسرب أكسيوس ذكر بأن نتانياهو أبلغ بايدن بالفعل بأنه يجب عليه أن يدخل إلى قطاع غزة ولكن السؤال هذه الحرب الشوارع إذا ما دخلت إسرائيل إلى قطاع غزة ستستنزفها أكثر فبالتالي ما هي أثمان اجتياح قطاع غزة بريا على الطرفين على الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني كذلك؟ نعم لكن دعني أقول شيء بأنه بعد خطاب بايدن اليوم إسرائيل الآن تستخدم القنابل الفسفورية ضد المدنيين في قطاع غزة وأدى القصف إلى الآن إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين غالبيتهم من المدنيين وكذلك أريد أن أعلق على مسألة سلاح حماس ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أن الهدف القضاء على سلاح حماس ثمانياهو نفسه يقر بأنه بعد كل معركة تتعاظم قوة حماس وتمتلك قدرات أكبر فيما يتعلق بالحرب البرية أنا أريد هنا أن أكتبس كلام مشيعلون الذي كان وزيرا لجيش إسرائيل عام 2014 كتب مقالا في العام 2015 وقال لو دخلنا حربا برية إلى قطاع غزة لا قتل من الجنود الإسرائيليين ستة ألاف إلى سبعة ألاف جندي ولا قتل مئة ألف فلسطيني وقال لا نستطيع أن نحتمل هذه الخسارة من الجنود ولا المجتمع الدولي سيحتمل وجود مئة ألف قتيل من الفلسطينيين على وعلى أن الحرب ستستمر فترة طويلة وفي النظرية الأمنية الإسرائيلية قائمة على أن الحرب يجب أن تكون خاطفة ويجب أن تكون سريعة مع استبعاد الحرب قدر الإمكان وبالتالي نظرية الدخول البري مستبعدة إلى الحد البعيد من الممكن أن تصل إسرائيل إلى حدود قطاع غزة دون أن تتوغل كثيرا لأن التوغل البري ربما يعطي حماس أكبر لإستياد الجنود الإسرائيليين إسرائيل في موقف حرج يعني الهجوم حماس بهذا الشكل باغتها ويعني أسقط المقولة القائلة بأنها الدولة الأقوى أمنيا وعسكريا في المنطقة فبالتالي هي تحتاج لحفظ ماء وجهها فإذا لم تدخل بريا إلى غزة ماذا ستفعل ستبكي ذات السياسة التي تسير عليها اليوم وهي القصف من الجو وعقاب جماعي لقطاع غزة وحرمانه من الأمور الأساسية ودعني أضيف إذا استمر هذا القصف لمدة أسبوع آخر ربما نصف قطاع غزة سيصوى في الأرض المسألة ليست سهلة أما فيما يتعلق بحفظ ماء وجهها باعتقادي إسرائيل خسرت الحرب منذ اللحظة الأولى هي لا تمتلك الكثير لتقوم به الآن عسكريا وضد قطاع غزة أقصد الدخول البري ودعني أقول بأنه لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الحكومة الإسرائيلية ولا حتى القيادات الأمنية الإسرائيلية ترغب في هذا الدخول لما له من تكليف باهضة ولما له من ارتدالات ستكون على إسرائيل أهمها الخسائر في الجنود وثانيها طول الحرب كلا الأمرين إسرائيل لا تريدهما علما أنها تقر بأن ما تعرضت له اليوم كما قال إسحاق بريك وبالمناسبة هو اللواء الوحيد في جيش الاحتلال الذي قال بأنه في يوم من الأيام ستجداح المقاومة من قطاع غزة الغلاف وبالتالي نحن نتحدث عن معضلة كبيرة إسرائيل حقيقة تجد نفسها في مأزق رغم الألم الكبير كذلك الموجود في قطاع غزة والمأزق الكبير الذي يعني السكان هناك سيد لورانس مرة يقول في مقالة والسيد عماد من رام الله دائما إسرائيل تشن عمليات على قطاع غزة وتقول أنه الهدف هو يعني تقليص أو إنهاء القدرات القتالية لحركة حماس وهذا لا يحدث في كل مرة تأتي حماس بشيء جديد آخرها ما قامت به في هذا الهجوم غير المسبوق يوم السابع من أكتوبر 2023 فهل تعتقد أن إسرائيل ستنتهج ذات الطريقة هذه المرة أم ستتبع أسلوبا آخر في التعامل مع حماس أعتقد أن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة لأن هناك أكثر من ألف إسرائيلي قتل وهناك الرهائن والأسرة وهناك الدمار في المرات السابقة حماس لم تدخل وتتوغل في إسرائيل ولكن الذي حدث في ذلك الوقت هو إطلاق صواريخ باتجاه الأبيب والقدس لذلك أعتقد أن تعاطي الإسرائيلي هذه المرة سيكون مختلفا وسيكون هناك تدمير لكافة القدرات المسلحة لحماس حتى لا تكرر هجماتها وبما أن بعض الجنرالات من إسرائيل يطلبون القضاء الكامل على حماس فقد تكون أساليب رد إسرائيل أكثر كثافة في هذه المرة وكذلك قد يشن الإسرائيليون هاجمات أكثر كثافة حتى يمنع أي تكرار لهجوم حماس على إسرائيل ولا ننسى أنه تم تعبئة 330 ألف من جنود الإحتياط الإسرائيليين وما كانوا ليفعلوا ذلك لو لا نيتهم في القضاء على حماس واستعادة الرهائن ولذلك لا أرى أن الأمور مسرقة نعم طيب ولكن سيد لورنس ماذا بشأن الأسرة الذين تحتجزهم حماس داخل قطاع غزة والذين قتل عدد منهم بالفعل بالقذائف والقصف الإسرائيلي اليوم جيك سوليفان تحدث كذلك عن وجود 20 أمريكي مفقود في هذه الأحداث ربما يكونون محتجزين لدى حماس ماذا بشأن الأسرة هل هناك حذر في التعامل مع هذا بسبب هؤلاء أم لا سيكون الهدف هو كما ذكرت القضاء على قدرات حماس هذا سيعطيهم دوافع أكثر إلى الانتقال إلى الخطوة التالية بدلاً من التركيز على تدمير الأصول المسلحة والعسكرية فقط ولا ننسى أن الإسرائيليين والأمريكيين قلقون بشأن حيات المواطنين الأمريكيين والإسرائيليين وننسى أنه في السابق كان الإسرائيليون قد قدموا ألف أسير مقابل جلعاد شاليت أي جندي واحد ولذلك في هذه المرة هناك عدد كبير من الأسرة ويبدو أن إسرائيل غير راغبة في تكرار تقديم العديد من الأسرة مقابل استعادة رهائنها وأسرها ولذلك ربما هي تفكر في طريقة أخرى لاستعادة أرهائن والأسرة ولكن لابد من القول أن التدمير الذي جرى في هذه المرة أكبر مما حدث في حرب يوم الكيبور وحرب الأيام الستة وكذلك تلك الحرب التي دامت خمسين يوماً نعم طيب ضيف الأستاذ عماد أبو عواد في ضوء هذا يعني موضوع الأسرة الذين تحتجزهم حماس وكذلك قدرة حماس على الاستمرار في الضرب اليوم كان هناك قصف على عسقلان وعلى بنغوريون كان هناك اشتباكات من عناصر من الفصائل متزال موجودة في البلدات في غلاف قطاع غزة منها أسدود كذلك كان فيه اشتباك وكان فيه توتر مع الجيش الإسرائيلي هناك هل تعتقد أن حماس يعني متزال لديها القدرة على المواجهة؟ دعني أبدأ بشق الأسرة الحقيقة بأن حماس تمتلك ما يقارب مئة أسير جنود ومستوطنين ما تبقى من الأسرة الذين تم أخذهم ما بعد اجتياح كتائب القسام للغلاف من الواضح بأنهم تم أسرهم بشكل عشوائي بمعنى ليس من حماس إنما من المدنيين الذين اشتاحوا الحدود بعد ذلك وأنا بظني بأن حركة حماس لو أتيحت لها الفرصة ستعيد بعضا منهم دون مقابل مثل الإمرأة التي تبلغ من العمر 85 عام وكذلك أم الأطفال وما شابها من هذا القبيل لأنه في النهاية حماس حققت هدفها بأسر جنود من أجل الإفراج عن أسراها وأسر الفلسطينيين الذين يعني بعضهم أنضى 40 عام في الأسر و30 عام في الأسر وباعتقادي أنها ستستطيع الاحتفاظ بالعدد الأكبر منهم لأن جزء منهم بالتأكيد سيقتل جراء هذا القصف الذي تقوم به دولة الاحتلال بشكل ممنهج ودعني أقول بأنه غالبية من قتل جراء القصف داخل قطاع غزة هم من المدنيين والبيوت والمساجد التي تهدم بشكل واضح موجودة على الإعلام فيما يتعلق بالشق الثاني الحقيقة أن المقاومة الفلسطينية جربت يعني إسرائيل منذ 75 عام تحاول القضاء على فكر المقاومة لدى الفلسطينيين لم تنجح في ذلك في كل مرة يخرج الفلسطينيين بشكل مختلف أنا أريد أن أكتبس كلام لمستوطن يعيش في مدينة سديروت ماذا قال؟ قال خرجتم للحرب عام 2008 لمنع الصواريخ على غلاف غزة جلبتموها عام 2021 إلى تل لذيف واليوم الصواريخ تغطي كل فلسطين التاريخ بالتالي مراهنة إسرائيل ومراهنة دولات المتحدة الأمريكية على القضاء على قدرة المقاومة لدى الفلسطينيين هذا وهم وهذا حلم الفلسطينيين يستطيعون الاستمرار وفي كل مرة يبتكرون وسائل جديدة رغم كل القصف الذي قامت به إسرائيل شاهدنا الصواريخ اليوم غطت عسقلان غطت تل لذيف وصلت إلى مطار بنجريون ووصلت إلى مناطق أخرى بمعنى أدق إسرائيل عمليا تقاتل فوق الأرض المدنيين فيما البنية التحتية لحماس هي تحت الأرض كما تقول إسرائيل نفسها من هنا إذا أرادت إسرائيل حقيقة الوصول إلى حالة عسكرية تستطيع أن تبدأ أن تفكر بالقضاء على قدرات حماس عليها التوغل إلى قطاع غزة ويبدو بأن التوغل بحدود ما تريد بعض القيادات الإسرائيلية يبدو أيضا أمرا مستحيلا وليس ورديا إلا إذا كان لإسرائيل القدرة على تحمل الخسائر والقدرة كذلك على تحمل ردود الفعل الدولية جراء ما ستقوم به داخل قطاع غزة نعم على ذكر ردود الفعل الدولية سيد لورانس كورب في واشنطن كان هناك حديث بالأمس حديث أوروبي أيضا عن قطع المساعدات المخصصة للسلطة الفلسطينية أو المواجهة للفلسطينيين التي منها تذهب المساعدات إلى الفلسطينيين اليوم كان هناك حديث أوروبي مختلف سمعنا جوزايب بوريل يتحدث على أنه لا يجب أن يكون هناك سياسة عقاب جماعي في حين أن إسرائيل تريد أن تقطع المياه والكهرباء والأغذية وكل شيء عن سكان قطاع غزة الجانب الإنساني إلى أي حد يمكن أن يغير في الأمور بالنظر إلى استفاف الولايات المتحدة والدول الغربية إلى جانب إسرائيل أعتقد أن كون الدول الأوروبية ساعدت بشكل تقليدي الفلسطينيين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تقضي مساعدات إنسانية للفلسطينيين هذا يعني أن هناك إقرار بأن تلك المساعدات إذا علقت أو قطعت قد تجعل حماس توقف المجزرة التي بدأتها وقد تجعل حماس تغير رأيها هذا ما كانوا يأملونها وإسرائيل كذلك قالت إنها ستقطع الطعام والكهرباء وحتى المياه عن قطاع غزة هذا شيء أكره لكن في الحرب أحياناً يتعين عليك القيام بالتكتيكات قد تساعدك على الأمد البعيد وتكون تلك القرارات والإجراءات فورية ولكن في نهاية المطافة سيكون هناك رجوع للوضع الطبيعي أستاذ عماد أبو عواد في رامالله يعني هذه السياسة للقطع كل الإمدادات عن سكان قطاع غزة في ظل القصف العنيف والحديث الآن عن ضرورة فتح ممرات إنسانية كيف ترى كل هذه المعطيات بالإضافة إلى ما جرى الحديث عنه عن دفع إسرائيل لسكان قطاع غزة للفرار من القصف باتجاه سيناء المصرية دعني في البداية أعلق على النفاق الغربي والتعامل والكيل بمكيالين ويكأن ما يحدث في قطاع غزة أمر عادي واستهداف المدنيين أمر طبيعي ويسمح لإسرائيل أن تقوم بكل شيء هذه الدولة الغريبة في المنطقة مسموح لها أن تقتل المدنيين تحت عنوين مختلفة وتبريرات مختلفة بالمجمل لا شك أن هذه السياسة ضاغطة على سكان قطاع غزة الذي يعيش منذ 17 عام تحت الحصار لكن دعني أكتب السكلام أحد المفكرين الإسرائيليين عندما قال لقد تعاملنا مع غزة وحرمناها من كل شيء ولم يصبح لديها شيء تخشى عليه وأخطر إنسان ممكن أن تواجهه هو الذي ليس لديه ما يخسره هذا الواقع الذي يعي الاحتلال والذي أوصل غزة إليه هو الذي يقود الآن إلى هذا الصلابة وهذا الاستمرار في القتال من قبل سكان قطاع غزة الذين لم يمنعوا أي فرصة للحياة إنما استخدمت ضدهم سياسة الأنف فوق الماء بمعنى لا يعيش ولا يموت فيما يتعلق بالممرات الآمنة وخروج سكان قطاع غزة ربما يخرج البعض في نهاية هؤلاء مدنيين أما فيما يتعلق بالذهاب إلى سيناء والمكوث هناك بالتأكيد هذا الأمر سيكون مرفوض إقليميا وفلسطينيا ولن يسمح بتمريره لأنه ربما يكون الهدف منه كما قال محمد حسنين هيكل في يوم من الأيام ناقل سكان قطاع غزة إلى سيناء في سياسة غربية واضحة لتفريغ هذه المنطقة من أجل إراحة إسرائيل طيب ولكن هل ألا يمكن أن يفرض هذا الحل؟ مستبعد أن تستطيع إسرائيل فرض هذا الحل إلا إذا أرادت إسرائيل وحلفاها خوض حرب ضد قطاع غزة تستمر لشهور طويلة أو ربما عام المعضلة الحقيقية بأنه في أحيان كثيرة تعيش بعض الدول الغربية الداعمة لإسرائيل وإسرائيل نفسها حالة من الوهم تتعاطى مع الأطراف الأخرى على أنها ضعيفة جدا فيما الحقيقة على الأرض وهذا ثبت صبيحة السبت الأخير بأن الفلسطينيين على قلة الإمكانيات قدراتهم تزداد فيما إسرائيل التكنولوجية الدولة التي تمتلك ذخيرة كبيرة وتبيع العالم أنظمة تجسس لم تستطع الوقوف لصبيحة يوم السبت حتى مجرد تقديرات استخباراتية لم يكن لديها نعم سيد لورانس كورب أنا هنا أستعير ما قاله الأستاذ عماد أبو عواد في رامالله إسرائيل تنتهج مع الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة سياسة أنه لا يعيش ولا يموت وهذا الضغط مع الحصار ثم تتفاجأ بأن حماس تقوم بعملية مثل التي قامت بها يوم السبت فألا يمكن أن يكون هناك تغيير لطريقة التعامل مع الفلسطينيين حتى لا تكون دائما نفس النتائج بالأساس الإسرائيليون لم يركزوا على تقويض حقوق الفلسطينيين في هذه الحكومة وهم غير مدركين بأن هجمة كهذه قد تحصل ولذلك القول بأن الإسرائيليين يقومون بفضاعات ضد الفلسطينيين هي غير صحيحة هم يمنحونهم الاستقلال في غزة والحدود مفتوحة وهناك مواد غدائية ودوائية تأتي وتذهب والوقت الوحيد الذي يستخدم فيه الإسرائيليون القوة هو عندما يهاجمهم سكان غزة مثلما فعلت حماس ولم يكن هناك أي نوع من النزاعات منذ 2014 وكما قلت هذه الحرب التي كانت قد استغرقت 50 يوما كانت قد سمحت مع سريانها بتقديم المساعدات من المجتمع الدولي للفلسطينيين لذلك غير صحيح أن الإسرائيليين يقومون بأشياء ضد الفلسطينيين أو الغزيين وهذا الوضع المروع الذي حدث سيظهر لنا ما إذا كان كل الناس في غزة يدعمون حماس وهجومها أم فقط قل منهم أم حماس وحدها هي التي فعلت ذلك دون الحصول على أي دعم من الفلسطينيين في غزة ولهذا إذا كنا قلقين بشأن المساعدات الإنسانية طبعا هذا أمر مشروع لكن علينا أن نسأل حماس هل فكرت في هذا عندما بدأت هذه الهجمة التي سماها بايدن بالمجزرة نعم سيد عماد ما رأيك في مقله سيد لورنس ولكن هذه دائما تقال أن حماس تأخذ الغزيين رهينة يعني في كل مرة هي تقوم بعملية فإن الذي يدفع الثمن هم سكان قطاع غزة الذين يدفعون الثمن يعني مضحك ما يقول لورنس يعني كأن حماس أتت من جزر الوقواق وفرضت على سكان قطاع غزة حماس عندما أجريت انتخابات حصلت على نصف الأصوات في الشارع الفلسطيني ليس هذا الموضوع المهم الآن لكن أنا أريد أن أرد عليه من كلام الإسرائيليين أنفسهم ما رأيه بكلام إيهود أولمرت وقدعون ليفي إيهود أولمرت طبعا رئيس وزراء أسبق في دولة الاحتلال وزهافة غلاون وهي زعيمة حزب ميرتس الذين قالوا بالإجماع أن إسرائيل فيها حكومة فاشية نازية وما رأيه بكلام رجالات الدين والقيادات السياسية من المتدينين الحريدين كغافني وغولدي كنوف الذين طالبوا إيتمار بن كفير بعدم اكتحام المسجد الأقصى وقالوا أن ذلك سيؤدي إلى حرب إقليمية إذا كان الإسرائيليين أنفسهم يعتبرون أن حكومتهم فاشية وبأن تصرفات إيتمار بن كفير هي التي تؤدي إلى اشتعال المنطقة ووجود هذا الواقع وإذا كانت هذه القيادات نفسها تقر بأن الضغط على الفلسطينيين حالة هستيرية أدت إلى زيادة المقاومة الإسرائيليون يتحدثون بواقعية أكثر من كلام لورنس ضيفة بن الولايات المتحدة الذي يبدو يريد أن يغيب الوقائع أو يغيب عنها الحقيقة أن سياسات إسرائيل هي التي قادت إلى ما هو عليه على الأرض الآن وقعت اتفاق أوسلو ثم هربت من الاتفاق وعادت احتلال الضفة الغربية ولم تكتفي بذلك بل تريد ضم 60% من الضفة الغربية وتكتحم بمعدل 60 ألف مستوطن يكتحمون المسجد الأقصى سنويا علما أن عدد المكتحمين قبل توقيع اتفاق أوسلو كان الصفر إسرائيل هي التي فرضت هذه الوقائع وهي التي تجرم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وهذا ليس كلامي هذا كلام الإسرائيليون أنفسهم نعم سيد لورنس هل أمام هذه الأحداث التي نتابعها هذه الحرب التي أعلنتها إسرائيل بعد الهجوم غير المسبوق عليها وشير فقط على أن القصف تجدد والأستاذ عماد يتحدث مرة أخرى شهدنا عددا من الصواريخ أو الغارات على مناطق مختلفة من قطع غزة في هذه الصور المباشرة سيد لورنس هل هذه الحرب تنهي أو تربك على الأقل مسار تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومحيطها أعتقد أن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل الحرب كانت قد انخرطت في عمليات عسكرية لكنها لم يسبق لها أن تعلن الحرب بهذا الشكل وهذا ما يجعل هذه الحرب مختلفة وبنسبة للزميل الذي يقول إن الإسرائيليين لا يتصرفون بشكل جيد ويدرب العديد من الأمثلة ولم يتحدث عن الضفاء الغربية ويقول إن إسرائيل انتهكت اتفاقات أسلو في الضفاء الغربية لكنني أعتقد أن هناك منتديات ومنصات دولية كانت بالإمكان اللجوء إليها بدلا من الإقدام على هذا الهجوم على إسرائيل ولا ننسى أن إسرائيل لديها قدرات عسكرية فائقة ولا تقارنوا بحماس ما الذي توقعوه من إسرائيل أن يخدعوا ويخنعوا لقطع غزة ما الذي كانوا يرغبون في تحقيقه من خلال القيام بهذا الهجوم ولا ننسى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث في هذه المصادمة هذا يصادف الذكرى الخمسين منذ حرب أكتوبر 1973 وفي ذلك الوقت عاقب ذلك عددا من الحروب الصغيرة مثل 2014 ولكن في نهاية المطاف لم تكن هناك أي ثمار أو نتائج ولذلك حتى لو كان هناك شعور بأن هناك حقوق مشروعة لتصرف يجب التفكير في أفضل الطرق والأدوات إدارة بايدن لم تكن راضية عن أداء حكومة نتانياهو وانتقدت العديد من التصرفات لكن بعد هذا الهجوم رئيس بايدن سمى الهجوم شرا وكذلك أكد على الطبع الإرهابي لجماعة حماس وكذلك اعتبر الهجوم مجزرة لذلك أعتقد أن الأمور انقلبت على حماس إذا كانوا يبتغون أشياء حققوا عكسها نعم سيد عماد أبو عواد صحيح ما ذكرته عن الانتهاكات الإسرائيلية ولكن المشاهد التي ظهرت من هجوم حماس جعلت الرأي العام الغربي والعالمي يصطف بشكل كبير مع إسرائيل فما رأيك فيما قاله السيد لورنس يعني هم لا يفهمون لماذا تتصرف حماس بهذه الطريقة لماذا لأن الغرب عموما تحديدا ولايات المتحدة الأمريكية وبالمناسبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إذا أردنا العودة للمفاوضات لن نقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وسيطا لأنها لم تكن وسيط نزيه دائما كانت إلى جانب إسرائيل والغرب دائما ما كان إلى جانب إسرائيل هؤلاء يتناسون المآسي الفلسطينية عندما يقوم الفلسطيني ببعض ردة الفعل تبدأ النياحة في الغرب وتبدأ الولايات المتحدة الأمريكية التركيز هنا والتركيز على بعض ما يقوم به الفلسطينيين من جزء من الدفاع عن أنفسهم الحقيقة بأن الغرب لم يلزم إسرائيل بأي من الاتفاقيات يعني ضيفك يقول لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق أسلو وكان على الفلسطينيين سلوك أمر آخر أي أمر آخر على الفلسطينيين أن يسلوكوا أن يخرجوا من أرضهم على سبيل المثال أن يهدموا المسجد الأقصى بأيديهم ماذا بوسع الفلسطينيين أن يفعلوا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أداروا الظهر لهذه الاتفاقيات بالمجمل ما يمكن قوله المجتمع الفلسطيني والمحيط العربي لا يعولون كثيرا على الوسطات الغربية والرأي العام الغربي الذي للأسف الشديد أن يخرجوا من أرضهم على سبيل المثال أن يهدموا المسجد الأقصى بأيديهم ماذا بوسع الفلسطينيين أن يفعلوا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أداروا الظهر لهذه الاتفاقيات بالمجمل ما يمكن قوله المجتمع الفلسطيني والمحيط العربي لا يعولون كثيرا على الوسطات الغربية والرأي العام الغربي الذي للأسف الشديد دائما يكون بجانب إسرائيل لأن الغرب اليوم تحديدا أوروبا ضعفت إلى الحد الذي باتت تنصاق فيه خلف الولايات المتحدة الأمريكية بحدود ليست قليلة شكرا جزيلا لك عماد أبو عواد الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا مباشرة من رام الله والشكر لك سيد لورنس كورب أنت مساعد وزير الدفاع السابق كنت معنا من واشنطن